كل السلطات السابقة كتبت المناهج على ضعوها في زمن البعثين كتب التاريخ بصيغة بعثية وبالتالي طلعوا ثورة هواية المشاة غيروها وبالتالي صارغوها بصيغة قومية حتى عندما تكلموا عن الحسين العروبة والمدري إيش هل يوجد أكثر عروبية من حسين وعلي ومحمد؟ هم أم أصل العروبة؟ وجوهر العروبة هو عالمنا يتعرف لغة وشخصية ومنطقة وثقافة وبالتالي يسيغوها بطريقة أخرى وبالتالي العملية تحتاج إلى رجال الشجعان إلى ناس مثقفين ولكن يجيبهم مستشارين ومدرشون وناس ليست لهم علاقة بالتربية شنو تقييمك لما موجود حائليا خصوصاً ليدرس بالمراحل الابتدائية والمتوسطة بكتب التاريخ وغيرها الشخصيات اللي موجودة تستحق أنه بهذا الكم نأخذها ونتناولها وأنه تدرس للأطفال؟ والله مضحك أنا مرة شفت أطفال توني كتبكم التاريخ وغيرها والله شفت أشياء مضحكة جداً واللي كاتبها بروفسورية بروفسوري كانوا بعثيين وجابوهم خلهم هم لأنه عنده علاقة ومستشار وغيرها وكتبت بصيغة مضحكة جداً وبالتالي لم تترك أي أثر هذا يحتاج إلى خبرة إلى ناس بالسيكولوجيا وبالمجتمع وأيضاً بالتخصص المادة نحتاج إلى تغيير حقيقي